عدد الضحايا في بعض الأرقام موجود لأنه هيك مرور عليهم بس آخر سؤال هيك بالشق العام في إشكاليتين بالتاريخ ونحن اليوم أول شي شغلي مننا لبنانية بتصوير شغلي بالعالم كله بره بينحكي عنا أكتر من هون أنه في هيك الواقع الحالي بيحكم كل شي قبله وبعضه فبيبقى التاريخ يا بده يخدم لي اليوم يا ما بديه بس المشكلة التانية إنه هيدا التاريخ أنا بتذكر أنا صغير وقتا بلشت شوي تحمس على السياسة وكذا وكنت كتير صغير إنه بدي يكون مثل أهلي يعني بدي يكون مثل باية يعني بدي أحد يكبر بحس الحرب يكبر بهم بسرق قصص موجودة بالباد كان في كتاب جزاف أبو خليل المواردنا في الحرب وكريم باكرادوني كذا كتاب الإشكالية ببعض هول كتب اللي هلني حاكمين نظرة ما وبيعبروا عن نظرة ما من الحرب أول شي في كتير رومانتسيزم من الحرب في كتير تكبير لأدواره وبتحس كأنه العالم كله عم يبرو محولينا بس غير هيك في أسطرة روايات أنا بتذكر في واحد منه إنه رجل يحكي عنا كريم باكرادوني إنه نفاها إنه هيك صارت يعني هي قصت إنه إجوا لبوابير وناطرين ببورجونيتا يبعثوا المسيحية على كندا وكذا واللي بيخبر إنه بوقتها إنه هاي دي رواية مش مزبوط وهي حدا منهم عم يحكيها وإنه كان بوقتها لإقناع المسيحيين بدخول سوريا على البنان وكأنه في تحذير ومعونتو بتكون تلاقي رجي بلد تروحوا عليه بس مش إنه فعليا كيفي مشروع وإنه إجوا بدون يبعثوا المسيحيين منهم بس إياما الوعي السياسي قائم على هايك روايات متل اليوم وتستحضر هالروايات بلاحظات متل اليوم إنه كل عمره بدون يبعثونا من هون بس هاي ما صارت بس عند القطائق المسيحي هاي دي مثلا كمان عند الدروس لأنه سيقب بجوني وكذا هوا هكونوا قبل غيرهم أنا لأنه إجتغلت يمكن على العلاقات الدرزية المسيحية كمان صار نفس الشي كمان بتشوفوا بعلاي يقالولون إنه يبدوا يرجعوكم ع حوران يعني هلأ هني مش معناتها ما قالوا إشياء بس إنه تهديدات التهويلات مش 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 فعلي يعني حركات بلا تعمي وصريح وعيد متل ما إنه بيقولوا واحد على شي حاجز أكيد أكيد ما ما أثره متل ما عم تشوف هلأ شو فيه على السوشيال ميديا يعني إنه ليوم إنه هالإشياء موجودة هاي البروباقاندا يعني هيدا اللي بيخليك تفوت بحرب يعني البحر أمامك والعدو وورائك يعني ما هيدا هي فكرة إنه إنه يا بدك تفوت بالحرب يا بدك تفل صح ونعطرينك رباوريش هيدا كلها إشياء اللي علاقة بالبروباقاندا رومرز 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 بأول الحرب الشائعات الشائعات لفادية نصيف تاركوفاكس هيدا أنا يعني عن جد لو لو كل إنسان لازم يقري يعني ما بعرف إذا ترجم للعربي يعني إن شاء الله يكون ترجم للعربي أنا ما بعرفهم ترجم للعربي بس هو مكتوب بالفرنسي كان قتروح الدكتوراه كمانا عمل بأوائل الحرب يعني اشتغلته من فرنسا بأوائل الحرب واشتغلت على الـ 75-76 رائع يعني ونحنا أكيد إنه حكينا عنه لأنه حكينا عن هيدا الموضوع أكيد وهيدا بيرجع بيجيبني لسؤالك بالأول قلت لي بين اليوم ومبارح كلهم بيقولوا إنه كانت أحسن الحرب وما وصلنا لهون لا وصلنا لأكتر بكتير من اللي وصلنا له اليوم بالحرب بس انسينا انسينا لأنه الإنسان بينسى بينسى الألم بينسى الوجع يعني أنت بس تكون موجوع وتكسر إيدك أو تكون بأسوأ حال يعني بتتذكر إنه انكسرت إيدك بس ما بتتذكر الوجع يعني ما فيك تتذكر ما في الشعور ما هو موجود وقت اللي مرأ الدولار من الليرتين ونص لتلات تلاف وميتان قبل ما يجي الحريري ونزله حتى بالتسعين كان الفان وميتان آخر التسعين يعني بماي ناينتين ناينتين تتوز تو هندرد هو الفترة الصعبة فعليا تلاتة وتمانين تمانة وتمانين مئة بالمئة يعني من الليرتين ونص تلاتة تمانمئة 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 مئة بالمئة يعني صار عندك يعني ألف مرة يعني الدولار خسر ليرا اللبنانية خسرت يمتها ألف مرة نحنا بعد ما وصلنا لهون بعدين كان حرب وأزيف وأصف وناس عم بتموت ناس عم بتموت مننسى هلأ يمكن أنا بسمعها كتير بس اللي بيقولوها ما خسروا حدا بالحرب يعني أنا ما بتطلع مني مش ممكن تطلع مني خصوصي أنه أنا بعدين اشتغلت على الحرب بس أنا مش ممكن تطلع مني فكرة أنه اللي ما خسر حدا قريب إذا خسر حدا بعيد وهيك هي ما أثرت عليه شخصيا بيتطلع بيتطلع بس هيد الشغلة لأنه أنت بواقعك عم تتعذب اليوم عم تتعذب بواقعك بعدين مين اللي بيقول هالشي بيقول هالشي ما تنسى أنه في فارق الزمن يعني اللي بيقولها اللي بيقولها عم بيقولوها اللي عاشوا الحرب كأطفال أو مراهقين أو يعني شباب وصبايا واللي هلأ برجعوا يعيشوها كأهل تعبوا يعني هني ما كانوا مسؤولين بهديك الأيام ما تنسى يعني اليوم اللي من جيلي أنا ما كان مسؤولة كان الماما والبابا يهتموا بهالإشياء مظبوط إنه هني راسهم كان تعبين كيف أنه هيدا وكيف أنه نهرب وكيف أنه نجيب مصاري الولاد كانوا عم بيلحقوا عم بيمكن تعذبوا وتأثروا بس مش إنه هني المسؤولية ما كانت مسؤوليتهم اليوم صارت مسؤولية هالناس هولي وعندونا ولاد أوكي والكبار اللي كانوا مثلا أهالينا هني صاروا بالعمر صاروا هيدا الجيل يلي تأثر بطفولتو بمرهقتو بالحرب هو اللي هلأ بدو ينتبه لولادو وبدو ينتبه للكبار يعني لبايتو أميتو وهيكي للكبار بالعمر اللي كمان مش قادرين وما بق عندن يعني ما بق عندن شي يقدرو يعيشوا منهم يعني هيدا المسؤولية الكبيرة وقت اللي بتقارنا بفترة الحرب وإذا ما حدا رحلوا حدا وما حدا يعني في ناس في ناس رحلون ما بعرف 14-15 واحد بمجازر نفس العيلة هيدا بدو يقول إنه اليوم طبيعي الحرب كانت ألطف مش معقول مش ممكن دونك في كتير عوامل يعني هلأ منفوت بالسايكولوجيا ومنفوت شوي بالسوسيولوجيا هو تتفعه بغير برسبكتف طبعه حسب بوين متموقع هو بالمجتمع مية بالمية اليوم في ناس ما تبرين الأزمة أحسن من قبل ما أقول لك اليوم الوجع هلأ يعني أنت نسيت الوجع السابق وما كنت مسؤول تماما لذلك يوجد عدة عوامل وعدة أسباب إذا بدنا نحكي عن الحرب المباشرة حكينا أول شي إنه تاريخ انطلاق الحرب تاريخ سياسي مش إنه هو بالضرورة هون بالأشي شو أول شي في يحكي واحد عن الأسباب تبع الحرب تبعدين يصير قصة التاريخ تفصيل لأنه يصير في واحد يراجعوا كم شهر لورا في قيادة ناس بتراجعوا لالتلاتة وسبعين في ناس بتراجعوا لالتسعة وستين اتفاق القاهرة من انطلاقها من تقديرات لأسباب الحرب يعني فإذا واحد يحكي عن أسباب الحرب اللي بعتقدها تكون متشعبة كثير بين الداخل والخارج بس يمكن تكون مفيدة أكتر من واحد يحكي عن تاريخ محدد إي حن كتير مشعبين الأسباب رح جارب حطهم هيك يعني رح جارب تذكرهم كلهم حتى يكون دقيقة وما جارب ما أنسى كتير أشياء لأ بدال في أشياء أكيد بس جارب أعطي أهم شيء وجارب أصمهم يعني داخلية بنيوية وخارجية أكيد ترجمة نانسي قنقر